رحلة إلى ألمانيا وكأنها تمثل الفرصة الأخيرة لقوى الإطار التنسيقي عقب تفاقم الأزمات وتدهور أوضاع العراق رغم أعلان السوداني أن حكومته خدمية رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني يعلن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمينز الألمانية لتأهيل قطاع الطاقة في محاولة ليست بالجديدة بحثا عن حلول لأزمة الكهرباء التي ظلت متدهورة لثلاثين عاما مضت فقد سبقتها محاولات فاشلة لرؤساء الحكومة السابقة للتعاقد مع شركة سيمينز نفسها إلا أنها انتهت لمجرد حبر على الورق لأسباب عديدة في مقدمتها المشهد الأمني المرتبك وانتشار السلاح الميليشيات يضاف لذلك القيود الأمريكية التي سبق وعرقلت عام 2018 اتفاقا مع شركة الألمانية لصالح شركة جنرال إليكتريك الأمريكية بحسب رئيس سيمينز الألمانية جوكيزر كما يرى مراقبون أن ثمة قيودا إيرانية فرضت منذ عام 2003 على العراق منعت أي تطوير أو إنتاج لطاقته الكهربائية سعيا منها لإبقائه رهينا لابتزازاتها السياسية كما اعترف بذلك وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي ونائب رئيس الوزراء السابق بهاء العرجي حراك السوداني باتجاه ألمانيا لم يكن بحسب مراقبين اجتهادا ذاتيا أو تمردا على النفوذ الإيراني بل جاء بضوء أخضر من طهران عقب تفاقم أزمة توريد إيران للغاز وخشية تأثير ذلك على السمرارية معدلات تجهيز محطات توليد الكهرباء في العراق وإمكانية اندلاع تظاهرات شعبية غاضبة ضد حكومة الإطار المقربة من إيران ويعاني العراق من انهيار في الطاقة الكهربائية منذ عام 2003 حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حل لهذه المشكلة على الرغم من إنفاقها أكثر من 81 مليار دولار على القطاع بين 2005 و2019 فقط وسط اتهامات لمسؤولين بالفساد في ملف الكهرباء والتعاقد مع شركات غير متخصصة أو وهمية لصيانة محطات الطاقة وأبراج النقل